موسيقى مشاهدينا ياهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم اليومي المؤشر مشاهدينا هذا اليوم الأول من تدولات بورصة الكويت لهذا الأسبوع يعني كان في الدقيقة الأولى لقينة إيجابية كانت على بعض الأسهم وكانت تسييل النقدية في أول دقيقة وصلت إلى أكثر من مليون دينار ونص لكن حتى هذه اللحظة القيمة المتداولة وصلت معنا قبل أقفال باب المزاد إلى 51 مليون دينار سريعا نتجه إياكم إلى سدوهتنا في بورصة الكويت وزميلنا عيد ليضعنا في الصورة في هذه الجلسة الأولى المتبينة بعض الشيء تفضل عيد مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم التباين عنوان لهذه الجلسة وكان واضح الضعف مشاهدينا الكرام في بداية الجلسة خاصة على الشركات الغيادية بقيادة بيتك اللي متراجع بقوة فيما هناك نشاط واضح على إجلتي وعودة جلسي مرة ثاني للمنطقة الخضراء ولكن فقدت كثير المكاسب لحق التأثناء الجلسة كذلك لحظنا ارتفاعات بعض الشركات الغيادية الأخرى ولكن الضغوط البيعية القادمة من بيتك وكذلك من الوطني وقيرا من الشركات الأسبب والوطني البلغ الخليج أثرت بصورة واضحة على حركة التداول بالنسبة للشركات القيادية اللاحظ مشاهدينا الكرام يعني عندي هنا في السوق الأول يتراجع تسع نقاط والسوق العام يتراجع ثلاثة نقاط فاصلة تسعة فيما السوق الرئيسي يصعى صاعد 16 نقطة فاصلة ثلاثة الوطني اليوم صاعد فلسين والخليج متراجع أربع فلوس والأهلي صاعد فلسين الدول اللي استقر في نهاية المطار فيما برقام فلسين بيتك المتراجع ستة فلوس بوبيان ثلاثة فلوس تراجع الكويتية فلسين ستماعات وطنية أربع فلوس المشاريع اليوم صاعدة فلس وأرزان المستقرة في نهاية الجلسة لكن عندي أعيان تراجع ثلاثة فلوس والامتياز بالصعود فلس وعقارات الكويت بصعود فلس فيما الصالحية باستغرار المباني تراجع خمس فلوس التجارية العقارية بصعود فلس الصناعات الوطنية تراجع ثلاثة فلوس بلاد تراجع خمس فلوس وتسفن الفلسين فيما بوبيان تكماويات بصعود ست فلوس وأجيلتي لصاعدة أربعة عشر فلس كانت صاعدة أكثر صاعدة أربعة وعشرين فلس تقريبا أثناء الجلسة زين بصعود سبع فلوس ولحظة هيمونسوفت المتراجعة مع لافكو فيما الجزيلة على استقرار جي أف إتش اللي نشط نتكرر اليوم نشط في سوق دبي اليوم صاعد عندنا ثالث فلوس فيما استي سي بيتراجع وميزان بتراجع وكذلك البورصة فيما شركة الغانم بصعود خمس فلوس في نهاية هذه الجلسة اللحظة السؤولة بمشاهدين الكرام 51 مليون وستمية ونلاحظ اليوم السوق الرئيسي عندي اليوم أفضل حالا يعني لاحظنا الجلسة الثانية على التوالي في دخول واضح على بعض الشركات في السوق الرئيسي التجاري صاعدة أربعة فلوس وبساكن صاعدة نصف فلس فيما دلقان المتراجع عيات الميدان يعود مرة ثانية للواجهة وبصعود 56 فلس التسهيلات ما شاء الله مستمرة في الصعود رغم أن الكميات التداول بسيطة جدا ولكن مستمرة في الصعود اللحظ صاعدة 10 فلوس واللاحظ الساحل بـ 16 الفلس والبيت بـ 16 الفلس فيما المركز المالي بتراجع الأولى بتراجع وكذلك بيان بتراجع وصول وكفك في المنطقة الخضراء ورطانية الدولية الغابطة استغرت بعد أن كانت متراجعة يونيكاب يونيكاب تعود مرة ثانية فوق مستوى الـ 16 فلوس فأصلا ثلاثة مدار كذلك بالصعود في مدينة وصفات واكتتاب على تراجع سكوك بـ 16 الفلس والإماراتية بتراجع فيما آسيا بارتفاع نصف فلس راسيات المتراجعة راسيات المتراجعة 9 فلوس فيما كوت للتامين 18 فلس و4 التامين بصعود الإعادة والتكافل ووثاق جميعهم في المنطقة الحمراء لكن عندي وطنية عغارية تختفي أثر جلتي بصعود فلسين ونصف والمتحدة بصعود فيما أجيال كذلك بصعود عربية عغارية تراجع عشر الفلس مع الإنمام سلام كذلك بصعود وعيان العغارية المتراجعة مع العغارية مع تجارة مع أرجان المتراجعة في لسين فاصلة 9 واركان المرتفعة في لسين فاصلة 8 ومنشآت في لسين مدينة الأعمال كذلك منازل كذلك منطقة الخضراء منت الكويت منطقة الخضراء بورتلت على تراجع الورقية بتراجع اللاحظ كذلك المعدات الاستراكية كذلك بتراجع في لسين و4 كم بتراجع 7 فلوس سينما بتراجع سنرجي كذلك المتراجعة التنظيف في المنطقة الخضراء كذلك مركز سلطان فيما أريده والرابطة والمعامل جميعهم في المنطقة الحمراء نابسكو اليوم بصعود ثلاثين فلس وبيت الطاقة بأربع فلوس والتحصيلات بأربع فلوس صعودا وأباري تراجعت بقوة يوم الخميس الماضي اليوم لا تردت تصعد مرة ثانية بصعود فلس فيما إيفا فنادق اللي صعد اليوم خمستعش فلس يعني قروب إيفا اليوم أفضل قروب إيفا اليوم يا مستقر يا في المنطقة الخضراء باستثناء أول التكافل فيما المشتركة بصعود أربع فلوس والنخيل المتراجعة بخمس فلوس وكذلك مشاعر مشاهدين الكرام المتراجع فلس ونصف الفلس وأولى وقود حياتكم كذلك مبرد سور جميعهم على تراجع لكن لو نشوف منتزهات بصعود فلس وعشرين فلس فيوتشر كيد فيوتشر كيد تتألق بصورة ملفتة مشاهدين الكرام في الآون الأخيرة وصعود واضح يعني اليوم صعد ثمان فلوس يوم الخميس كذلك بصعود يوم الأربعة بصعود يعني المثالة بصعود يعني جدا ممتازة الشركة فيها دخول واضح في داول اليوم خمسة مليون تسعمية وثمانة وستين يوم في داول أكثر من الأيام الماضية فيما جياد في المنطة الخضراء اليوم بست عشر الفلس والمواشي على استقرار الغابطة المصرية ثلاثة عشر فلس تراجعا فيما أنفس مشاهدين الكرام بصعود فلسين والمنار بثمانة عشر الفلس وشمال الزور المستقر فيما جي تي سي اللي صعد خمس فلوس في نهاية هذه الجلسة والسيولة بدأت بالارتفاع مشاهدين الكرام وأعتقد أنه نحن قريبين جدا من الثنين وخمسين ملي في هذه اللحظات والعين على أجلت جلت صفقات كثيرة أقرب على أجلت مشاهدين الكرام ونشوف أجلت حاليا وضعيتها مطلوبة على ثلاثم وسبعت عشر مطلوبة على ثلاثم وسبعت عشر مية ثنين وعشرين ألف ودراج دبي في سوق أبوظبي أسف جلت جلوبي اللي راح يكون يوم الخميس القادم في سوق أبوظبي لحد الآن مشاهدين الكرام قاعد مرنا صفقات كثيرة سبنت الكويت بـ 185 ونلاحظ الصفات كذلك بصعود طيب وكثير من الشركات المشاهدين الكرام اليوم شركات السوق الرئيسي وضعيتها أفضل من السوق الأول اللي عانى من تراجعات واضحة لبيتك اللي فعلا أثر بدورة على حركة التداول في السوق المتاجع اليوم 6 فلوس بدورة 14 مليون ونص فيما كذلك بق الخليج اللي متراجع بـ 4 فلوس بـ 4 مليون 770 مليون ولكن الأفضل الوطني يعني فصاعد فلسين بدورة 1.660 مليون والمشاريع اللي كانت متراجعة مع بداية الجلسة وصبقة تراجع اللي بثم عدلت وبدأت في الصعود حتى صاعد فلسين ولكن أخبرت في صعود فلس وأرزان المستقرة فوق بستوى 200 فلس وكميات تداول واضحة مشاهدين الكرام اليوم على الصناعات الوطنية بتراجع 3.4 مليون وستمية تجارية العقارية كذلك بصعود فلس 5.293 مليون وبيامة كماوياتي اللي ارتد بعد سلسة المتراجعات خاصة يوم الخميس الماضي جلت مشاهدين الكرام تداول اليوم 56 مليون وسكرنا في هذه اللحظات مشاهدين الكرام على 51 مليون 997 يقول 52 مليون نأمل التوفيق للجميع في جلسة الغد إن شاء الله أن تكون أفضل من هذه الجلسة وتكون جلسة إيجابية خضراء بكل المغاييز وكل الشكر لك يوسيف وكل الشكر لمشاهدين الكرام عيدة على هذا الإضاحة ولهذه الجلسة المتباينة يعني السوق العام مشاهديننا والسوق الأول مكتسي باللون الأحمر السوق الرئيسي مكتسي باللون الأخضر ومرة أخرى عيد شكرا جزيلك على هذا الإضاحة على شاشة تلفزيون الكويت برنامج المعشر يرصد لكم أخبار الشركات ونتائجها المالية أولاً بأول نناقش ونحلل أداء المؤشرات نزولاً وارتفاعاً مع نخبث من المختصين في أسواق المال العالمية والمحل من موقع الحدث من برصة الكويت نرصد لكم تحركات الأسهم والأسباب المؤثرة عليها يعني فيكم مرة أخرى عزائي المشاهدين قبل أن ننتقل إلى ضيفنا بس نسوي مقرنة سريعة بين جلسة اليوم وجلسة يوم الخميس الماضي من الأسبوع اللي مضى يعني جلسة اليوم عندنا السوق العام سبعة تلاف واثنين وعشرين السوق الأول سبعة تلاف وستمية ثلاثة وخمسين نقطة السوق الرئيسي خمس تلاف وتسعمية وتسعة تعش نقطة إجمالي عدد الصفقات لهذا اليوم 12378 وجلسة يوم الخميس كان عندنا 1351 صفقة عندنا الكمية المتدولة لهذا اليوم 205 مليون سهم ويوم الخميس 181 مليون سهم والأهم من هذا كله السيولة النقدية كانت عندنا في يوم الخميس 42 مليون وبعد إقفال باب المزاد عندنا السيولة عندنا 51 مليون وتسعمية سبعة وتسعين ألف دينار يعني مقاربة إلى الاثنين وخمسين مليون وقدروا يقول الفرق بين السيولة ما بين يوم الخميس واليوم عشرة مليون دينار لكن مشاهدين المزيد حول تدولات جلسة اليوم ينضم إلينا في الاستيديو مدير عام معحد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصغير الأستاذ فهد بعد التحية وتنورنا دائما في كل يوم معحد في الاستيديو تعليقك اليوم على هذه الجلسة اللي قادتها شركة أجيلتي لاحظنا في عملية ارتفاع السيولة نغدية فيها في أكثر من سبعة عشر مليون دينار أوشي رحب فيك أخو يوسف ورحب أخواننا المشاهدين يعني اليوم أكيد يعني حديث الساعة خلال الممكن الأسبوعين الماضيين موضوع عجلتي بشكل عام ولكن خلنا نطرق أول شيء على السوق بداية أعتقد جيدة اليوم تداولاتنا في فوق الخمسين مليون السيولة جيدة فيه تنوع بالتداولات شفنا يعني المعمليات المضاربية في السوق الأول والرئيسي أكيد هناك هيكون ضغط على السوق الأول حاليا أعتقد بعد تغريخ الحيازة والاستحقاقات وتوزيعات الأرباح نحن نعلم أن الأسهم هذا تبدي نوعا ما تكون المحافظة والمضاربات تنتقل إلى أسهم لا تزال واعدة بتوزيعات الأرباح بهذا السبب نشوف أن السوق الأول ممكن يكون هناك فيه نوع من تهديئة حتى منتصف إلى نهاية شهر مايو ولكن بشكل عام يعني أجلتي اليوم يمكن هناك فيه كثير من اللقط بشكل عام نحاول قدر المستطاع أن نطمن أن اليوم أجلتي أكيد بيناتها المالية ممتازة حقوق المساهمين بتوزيعات أرباح الكثير يعتقد أن هناك هيكون هناك من خفاض في حقوق المساهمين هذا كلام غير دقيق هو تقال بقط من بند إلى بند في حقوق المساهمين بتوزيعات 800 مليون ولكن تأثيرها على حقوق المساهمين غير موجود بشكل عام النزول كان هناك فيه الضغط والناس تعتقد أن هناك هذا هو تفسيخة سهم طبعاً هي مو تفسيخة سهم لاحظنا أن يوم بعد الحيازة نشوف أن الفرق بين الافتتاح والنزول والإغلاق أو بين السعر الأساس والنزول كان كبير جداً وهذا معناها أن يم يكون تفسيخة السهم موجودة أعتقد هي فقط تخوف ولكن بشكل عام أعتقد شركة أنجلتي من الشركات ليس الكويتية لأنها من شركات عالمية التي نفتخر فيها وأعتقد بياناتها المالية لا تزال متينة بشكل كبير جداً استاذ فهد ليس ترويج لبعض القطاعات أو الشركات ولكن دخلنا في الربع الأول القطاع العقاري القطاع المصرفي قطاع الخدمات قطاع البدركبيوات والطاقة هذا رأيك الشخصي بالنسبة للإعلان بالنسبة للنتائج على الربع الأول شنو في نجات نظرك رح يكون التركيز أكثر أو الإيجابية في عملية إعلان النتائج أنا أعتقد اليوم بعد البيانات عندنا قطاع الخدمات الاستثمارية ممكن سيكون ببياناتنا متحسنة نسبياً بعد ارتفاع كثير من الأسهم في هذه السنة ومقارنة بالسنة الماضية فأعتقد ستكون البيانات المالية فيها نسبة ارتفاعات جيدة في الربع الأول القطاع العقاري واضح أن هناك في بيانات مالية تكون أكثر إيجابية وخاصة بعض الشركات التي فعلياً حققت مكاسب كبيرة خلال السنة الماضية وأعتقد هذه السنة ستكون لها أداء كذلك مميز القطاع الخدمات هي مثل الاتصالات وبشكل عام أعتقد البيانات ستكون أحد الشركات ستكون مميزة خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى اليوم كان عندنا أكثر خمس شركات الخمسة التي كان فيهم السيورة النغدية في ارتفاع مثل ما أنت ذكرت وأيضاً زميلنا عايد بجرتي كان هو نصيب الأسد اليوم 17 مليون 737 ألف بيتك الدولي أو بنك الكويت الدولي وبنك الكويت الوطني هل اتجاه اليوم نقول المتداولين على القطاع المصرفي له القطاع الآمن؟ أعتقد اليوم قطاع المصرفي بعد تاريخ الحيازة وشفنا الاستحقاق وتوزيعات الأرباح أعتقد الآن أسعار نتوقع كذلك يمكن أن نكون فيها نوع من التهدي أكثر من ما هو عليه الآن ولكن هي فرص استثمارية متوسطة للأجل يعني اليوم هذه الأسعار ويمكن حتى لو شفنا بعض النزول خلال الأيام القادمة ولكن هي فعلياً شراء استراتيجي على المدى المتوسط خاصة أن شركاتها القيادية دائماً تكون بياناتها الربع الثاني أفضل ما هي بيانات الربع الأول وهي تدعم الحركة دائماً في الربع الثاني فأعتقد اليوم التركيز على قطاع المصرفي كمقطاع آمن من ناحية كذلك عمليات المضاربية التي سنشوفها إن شاء الله في السوق الرئيسي لا يزال واعد في توزيعات أرباح ولا يزال بياناتها المالية الربع الأول لم تعلن استاذ فهد نربط الأمور الاقتصادية وأيضاً الأخبار الجيوسياسية المحيطة في منطقة الشرق الأوسط والعالم في شكل عام لكن خبر يهم البورصة الكويتية والبورصات الخليجية والعربية والعالمية في شكل عام وهو ما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي من خلال توقعاتك هل رح يتم تخفيض أسعار الفائدة في 2024 أم رح تظل نسمة أيها دون تغيير حتى نهاية هذا العام يوسف تأيحنا نعلم ممكن كان هناك الخطة بشكل عام من الفيدرالي الأمريكي أن في 2024 ممكن تكون هناك تخفيض الفائدة ثلاث إلى أربع مرات هذه السنة وشفنا يمكن الحداث يمكن اللي صارت جيوسياسية في غزة أثرت على هذا الموضوع والحرك الاقتصادي بشكل عام وشفنا يمكن تثبيتتين سابقتين ونتوقع هناك في تثبيت الآن الكلام بشكل عام من المحللين بشكل عام أن هناك ممكن تؤجل هذه التخفيضات إلى بداية 2025 فهذا الكلام الموجود ولكن ممكن نشوف تخفيض خلال هذه السنة مرة واحدة وأعتقد هذه القادمة ممكن يكون التثبيت أقرب من التخفيض من خلال خبرتك وطلائك على البورصات قلت لك الخليجية والعربية والعالمية سيد فهد وهذا ليس شيء غريب عليك ودعم أن نقتنس منك الإجابة على الأخبار الاقتصادية 2337 دولار وهو ارتفاع أنصة الذهب في التدولات الأخيرة هل ارتفاع الذهب هذا يخص سهم معين يخدم سهم معين في عملية الطلوع أو النزول هو طبعا حركة الذهب لا تخدم سهم معين ولكن فعليا الشركات الاستثمارية أو قطاعات الاستثمارية إن كانت في أمريكا أو في أوروبا أو من يستثمر في الذهب بشكل عام هو أكيد سيكون المستفيد الأكبر هناك قطاعات كبيرة المستثمرة في الذهب هي التي يمكن أن نظرها بيانات مالية إيجابية في الربع الأول أو الربع الثاني القادم اليوم ارتفاعة الذهب تعطي إشارات أن لا يزال أسواق الأسهم فيها نوع من الحذر حتى لو فيها هناك مضاربات شوفنا صعود كبير وشوفنا تراجعات كبيرة ولكن بشكل عام أعتقد يمكن يذكر الجميع أنه ملاذ الآمن للتداولات وخاصة أن اليوم وصل مرحلة كبيرة جدا التخوفات بدأت تدب داخل المستثمرين وهناك تطلعات أنه ممكن يكون الذهب يرتفع أكثر من جديد ولكن يفترض أن يكون واحد حذر بهذه الأرواب إذن مدير عام محل الدرسات اقتصادية المالية أستاذ فهد الصقر شكرا لتواجدك معنا وإثراءنا في هذه الإجابات الاقتصادية حول بورصة الكويت في هذه التداولات وأيضا البورصات العالمية إذن مشاهديننا جلسة متباينة واضحة كان عندنا السوق العام مكتسي باللون الأحمر السوق الأول مكتسي باللون الأحمر السوق الرئيسي هو فقط الذي مكتسي باللون الأخضر وكان أكثر سيولة نغضية على سهم أجيلتي في سيولة نغضية وصلت إلى أكثر من 17 مليون دينار نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون الإيجابية في تداولات يوم غد نلقاكم بإذن الله تعالى في الصباح الباكر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر